موسيقى كم هو جميل أن تجد نفسك بين أناس لا يتكلفون الملبس والمأكل ولا يتكلفون عباراتهم بدعوة الاتيكيت ولعل أقرب الناس إليك من لا تتكلف له الكلمة ولا المأكل ولا الملبس بل تلقاه ببساطتك التي اعتدتها في حياتك من غير صرف ظاهر ولا تقتير مذموم بهذا تحيا سليما مرتاح البال بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا لقد تنوعت النصوص القرآنية التي تصرح بأن البساطة ونبذ التكلف في التعامل والتشريع هما طابع عام لهذا الدين يقول ربنا جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول ربنا جل وعلا وسنقول له من أمرنا يسرا ويقول فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى ويقول ويسر لي أمري ويقول جل وعلا فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ويقول جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر العيش بقانون البساطة هو عيش بقانون يجعل حياتنا أكثر سعادة فالبساطة مفتاح من مفاتيح القلوب وأنت مثلي تعلم أن أكثر ما يستجلب النظر عند التعامل مع الآخرين هو البساطة والعفوية إن البساطة هي ضد التكلف والتصنع وهي معنا لكل سلوك لا يريد صاحبه ثناء من الناس ولا مقاما عندهم فكل فاقد لوصف حسن تجده يحب أن يوصف به فالبخيل مثلا من الناس البخيل يتمنى أن يوصف بالكرم والجبان يهوى أن يعرف بين الناس بالشجاعة والضعيف يكره وصفه بالطعف والبساطة عكس ذلك كله إذ يبدو المرء بها للناس على صورته الحقيقية بلا تزييف ولا خداع والتكلف باب من يسلكه لا بد حتما أن يصل به إلى الكذب والرياء فهو إظهار لغير الحقائق لا تجعل جل همك انطباع الناس عنك ومقولتهم فيك بل كن كما أنت فأنت كما أنت أجمل وتعامل الناس بخلاف طبيعتهم وسجيتهم الحقيقية لا يمكن أن يبقى طويلا فمهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم يعني أن الطبائع المكنونة في دواخلنا ستظهر ولو تصنعنا أو تكلفنا غيرها التكلف ضعف وكذب لأن المتكلف لا يستطيع أن يواجه الناس بأخلاقه الحقيقية وردود أفعاله الطبيعية تكون مختلفة فيتصنع لهم ليرضيهم بما ليس فيه ويتزين بأخلاق ليست هي من سجيته أعاذني الله وإياكم من صفات المتكلفين المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجده أبعد الناس عن التكلف كيف لا وهو يتل على الناس ما أمره به ربه في آيات القرآن من الآيات الناطقة بالتيسير ويقول صلى الله عليه وسلم في حديثه حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس ويحكى أن رجلا دخل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا لقد عاش محمد صلى الله عليه وسلم حياته بعيدا عن التكلف بل إنه قد أكثر من ذنب التكلف عليه صلى الله وسلم وحث أصحابه رضي الله عنهم على البعد عنه وفي البخاري من حديث أنس بن مالك قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نهينا عن التكلف البساطة زينة في القول وزينة في العمل وهي أقرب إلى صفاء النيات وخلوصها لله عز وجل من الناس من يظن أن إظهار حكمته وعلمه إنما يكون باختياره أغرب الألفاظ وأعقدها ويتكلف في ذلك الكثير من التكلف لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كلامه سهلا مفهوما يناسب المستمع رغم أنه كان قادرا على أن يأتي بأغرب الكلمات وعقدها فقد كان أفصح فصحاء العربي عليه صلاة الله تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه وتقول أيضا كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه ولم يكن يسرد الحديث كسردكم يعني لا يستعجل في الكلام لم يكن يكثر الكلام بسرعة يقول صاحبه أنس رضي الله عنه صاحبه وخادمه هنيئا له كان إذا تكلم يعني صلى الله عليه وسلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه إن الكلمة السهلة الميسورة إذا أحسن اختيارها تؤثر تأثيرا بالغا في النفوس البساطة ليست مفهوما وقانونا مقتصرا على القول بل هي في المظهر وغيره كذلك ولعل من أكثر الأشياء التي يهتم بها الناس أو كثير من الناس هي مظاهرهم وكيف يبدون للناس وبأي مظهر يظهرون ولذلك يحرص الكثير منهم على حسن مظهره ولو بالتكلف والادعاء نعم المرء كما هو مطلوب منه أن يصلح باطنه كذلك مطلوب منه أن يصلح ظاهره الذي يبدو عليه أمام الناس ولكن بلا تكلف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر للناس في هيئة حسنة ويزيد ذلك الحسن حسنا بحسن خلوقه صلى الله عليه وسلم فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل شعره وكان يصلح هيئته بالمتاح من الإمكانات المتوفرة لديه صلى الله عليه وسلم فهو لم يأمر أحدا أن يلبس رقيع الثياب ولا الرث منها لكي يتصنعت ويتكلف أن يبدو للناس زاهدا مثلا أو أنه عابد مثلا فقد أحل لكل مؤمن أن يتزين طالما أنه يتزين بما أحل الله له يقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وأمر الله عز وجل بأخذ الزينة التي هي الطهارة وحسن الهيئة عند كل مسجد قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين لقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن السمت حسن المظهر وكان يهتم بنظافة ثوبه ويحرص على تطييبه بالطيب فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم أر شيئا أحسن منه صلى الله عليه وسلم ومن التكلف أن يتخذ الإنسان ثوبا غريبا حتى يشتهر به بين الناس وقد نهينا عن ذلك ففي الحديث من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا المقصود بثوب الشهرة الثوب الذي يلبسه الإنسان بقصد الرياء والمفاخرة وقال بعض أهل العلم المقصود به ما حرم على الناس من الملابس يعني على رجال الأمة كالحريري ونحوه أو ما كان فيه كسر لقلوب الفقراء وحتى في الضيافة للناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيطا سهلا سواء كان ضيفا أو مضيفا فكان وهو ضيف يقبل كل دعوة تأتيه من صغير أو كبير لا يشترط أن يدعوه صاحب مقام عال ولا صاحب مال وفير يقبل دعوة الحر والعبد والغني والفقير والمسلم وغير المسلم كذلك فقد جاء إليه سلمان وهو مسترق أصده من فارس بطبق فيه رطب وقال هذه هدية فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه وقال سموا الله وكلوا استضافه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو حر أنصاري وذبح له شاتا فجمع الناس وذهب إليه واستضافه أبو طلح رضي الله عنه وهو سيد أنصاري فقبل دعوته وذهب إليه صلى الله عليه وسلم استضافه يهودي فقبل استضافته وطاعم معه خبزا وإهالة سنخة والإهالة طعام فيه دسم وسنخة معناه أن طعمها قد تغير وأصبح غير جيد لطول مكثها أي أنه كان يقبل الدعوة من الجميع ولم يؤثر عنده شخص الداعي ولا نوع الطعام كان سهلا في الضيافة والاستضافة فكان يطعم من حضر من الضيوف وقت الطعام بما عنده من طعام صلى الله عليه وسلم ولم يتكلف لأحد أبدا مهما كان يأتي الضيوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضيفهم به فيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في المسلمين من عنده طعام يضيف به ضيف رسول الله فيضيفه أبو طلحة الأنصاري على تمر أطعموه إياه لم يتكلف صلى الله عليه وسلم ولم يعد عدم وجدان الطعام أو عدم وجود الطعام إهانة في حقه ولا منقصة في قدره صلى الله عليه وسلم يقول أبو هرير رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود أي جائع ولا يجد طعاما فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء يا ناس هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذي عرضت له بطحة مكة ذهبا فأبأها صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله فانطلق إلى رحله فقال لمرأته أكرمي ضيف رسول الله لم يكن يتكلف صلى الله عليه وسلم في ملاقات الناس مثل ما يتكلف كثير من اليوم وقد كان يصلي بالناس ثم يستدير إليهم فيستمع لهم ويكلمهم ويسأل عن أخبارهم ويطمئن على أحوالهم ويتفقد غائبهم وقد كان صلى الله عليه وسلم يذهب مع الناس في تشيع الجنائز فيشهدها بنفسه ولا يتأخر عنها إلا حين لا يعلم بها وربما عاتب أصحابه لو حدثت وفاة لأحد من الناس ولم يعلم مهما كان شأن صاحبها كبيرا كان أو صغيرا فقد كانت هناك امرأة كبيرة في السن تطوعت أن تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم غابت فترة فلم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل فقالوا ماتت يا رسول الله فقال لأصحابه أفلا آذنتموني؟ يعني لما لم تخبروني بوفاتها؟ لقد ظنوا أن شأنها أقل من أن يشغلوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المنشغل بعضائم الأمور ولكنه مع ذلك عاتبهم ثم قال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها صلى الله وسلم عليه وحينما كان يجلس بين أصحابه لا يتخذ لنفسه مكانا مميزا ولا هيئة متميزة بل كان يجلس مثلهم على الأرض بل علمهم أن الأصل أن يجلس الجميع معا في المساجد مثلا على الأرض ولا فرق بين غني وفقير ولا بين رئيس ومرؤوس كان صلى الله عليه وسلم يركب ما تيسر له أن يركب فيركب الفرس ويركب الناقة ويركب البغلة كان يجالس الناس كل الناس فليس له من خواص الأغنياء أو ذوي الهيئات جلساء بل كان يجالس الجميع صلى الله عليه وسلم وأكثر جلوسه كان مع الفقراء بل كان يقول في حديثه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين وكان يجلس حيث انتهى به المجلس فلا يمهد له مكان قبل مجيئه بل كان يجلس في المكان الخالي المتاح وفي سفره لم يكن يتجهز بتكلف بل كان أيضا بسيطا في سفره كما كان في حضره تماما فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراحم أو لا تساوي ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة فلم يكن ملكا ولم يتصرف بتكلف الملوك في أي شأن من شؤون حياته وهو أشرف خلق الله قاطبة صلى الله عليه وسلم للبساطة في حياة سلفنا الصالح وصالحي هذه الأمة قصص كثيرة جدا لن أطيل السرد فيها يقول سعيد بن جبير رضي الله عنهم صنعت لابن عباس رضي الله عنهما وأصحاب ابن عباس ألوانا من الطعام والخبيص فقال لي يا سعيد إنا قوم عرب فاصنع لنا مكان هذه الألوان الثريد ومكان هذه الأخبصة الحيس ولولا أنك رجل من أهل البيت ما قلت لك يعني بمعنى ما عاتبتك في ذلك عارضة الأزياء اليونانية ماكلين سيكاروس كانت من عارضات الأزياء الشهيرات لدى دور الأزياء العالمية لم تكن تعرف شيئا عن الإسلام إلى أن أتى يوم وأجرت معها صحفية جزائرية حوارا عن عروض الأزياء والشهرة التي تتمتع بها هذه المرأة خلال فترة عملها وكان سؤال هذه الصحفية لماكلين هو اللحظة التي انبثقت في روحها داعية التعرف إلى الإسلام وكان السؤال كالتالي قالت الصحفية الجزائرية لماكلين لما لا تفكرين في عروض الأزياء الإسلامية تقول ماكلين أنا لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام ولا عن أزيائه وطلبت في شوق من الصحفية الجزائرية أن تتولى تعريفي بالإسلام وكانت سعادتها لا توصف وهي تحدثني عن الإسلام وتحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مكانة المرأة في الإسلام وكيف كرمها الإسلام وشرفها وعن الأزياء التي ترتديها المرأة لتحميها من عيون الفضوليين فالمرأة مكرمة في الإسلام لها مكانة تقول اليونانية اكتشفت أن الإسلام كنز كبير لقد كنت غائبة عن الوعي سنوات عمري التي سبقت تعرفي على هذا الدين العظيم لقد نهلت من هذا الكنز بحب لم أتذوقه من قبل وببساطة لم أجدها إلا في تعاليم هذا الدين الذي يحمل البساطة في كل مناح الحياة ليرسم الطريق السوية للإنسان في هذا العالم لقد بكيت كثيرا وأنا أنهل من فيض الحب الإلهي والمسيرة القرآنية التي لا تنقطع لقد ندمت على سنوات عمري الفائتة دون أن أتعرف على هذا الكنز الإلهي دين عظيم لو عقلناه وتفكرنا لعضضنا على تعاليمه بالنواجذ أصلحني الله وإياكم وهدانا لما فيه الخير لنا جميعا اللهم آمين أتينا إلى فقرة الأسئلة سائل يسأل يقول نحن مجموعة من مدرسي القرآن الكريم ندرس في دورات تحفيظ القرآن للصغار في المساجد التي تقام في الصيف عادة وأعمارها أولاء الطلبة بين ست سنوات وبعضهم بلغ السابعة من العمر وفي درس القرآن الكريم يقوم الطلبة بمس المصحف فهل يجب علينا إلزامهم بالوضوء جميعا أم أنه يجب الوضوء على من بلغ السابعة فقط والجواب من كان دون السابعة لا نمكنه من أن يمس المصحف لكي لا يعبث به وربما يمسه وفي يده نجاسة وهو لا يعلم لذلك نجنبه عنه فإذا بلغ سن التمييز فنأمره بالوضوء ثم يمسكه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر طبعا ولا مانع من أن تكتب الآيات للأطفال الصغار على لوح من أجل التعليم سائل آخر يسأل فيقول هل تجوز القراءة من المصحف بدون وضوء وهل يجوز حمل المصحف بدون وضوء وهل يجوز البحث عن آية في المصحف بدون وضوء والجواب لا يجوز مس المصحف عند القراءة لمن كان على غير وضوء لحديث عمر بن حزم مرفوعا وفيه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر ولكن تجوز قراءة القرآن ولو بدون الوضوء ما لم يكن القارئ جنبا أو تكون المرأة حائضا سائل آخر يسأل فيقول هل يجوز للمسلم إذا كان جنبا أن يذكر الله والجواب يجوز للجنب أن يذكر الله عز وجل دون قراءة القرآن لأن قراءة القرآن لا تجوز للجنب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في جميع أحيانه يعني سواء كان متوضئا أو محدثا وإنما يمنع الجنب من قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل هذا القرآن لحائض ولا جنب سائل آخر يسأل فيقول هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان هل إذا أفطرى هل يقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما والجواب اختلفوا في الحجامة والقيئي فأما الحجامة فقد رأى الإمام أحمد أنها تفسد الصوم وقال المالكية والشافعية بالكراها وقال الحنفية بعدم الإفساد منخص الأمر أن الإنسان إذا استطاع أن يؤجل الحجامة إلى ما بعد الفطور فذلك أفضل خروجا من خلاف الحنابلة الذاهبين إلى فساد صوم الحاجم والمحجوم معا والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة